بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث الرحمة تمه دا دايما في حلقات الجليس بنحاول بقدر الإمكان أن نحن نتكلم عن جليس ساعات بيبقى موز عجلينا وساعات بيبقى بيفتح الأمل في طريقنا النهاردة عن نتكلم على جليس شويتين تلاتة الناس عايشة فيه وساعات بيديقهم قوي عايش فيديقهم ليه؟ لأنه بيعمل عكس المنة اللي من بيها ربنا علينا ربنا من علينا أنه بيخرجنا من الظلمات إلى النور بس للأسف إحنا الجليس بتاع النهاردة ده اللي هو جليس بنشوفه ساعات بيخرجنا من النور إلى الظلمة وإحنا عايزين نخلص منه عشان نخرج من الظلمة للنور ونخرج من الضيق للوسع عشان نتنفس ونتحرك من غير ما نحس أن الأحمال اللي شايلنا بتكسر طارنا وبتشيل على أكتافنا أحمال مش قادرين نشيلها وهي أحمال وهمية مش حقيقية زي وهم إن الأحداث أكبر مني وزي وهم إن الإحساس دوت حاجة ما يقدرش حد يفهمها غيري أو إن الإحساس بإن الظروف معنداني وإن الناس ما يستحقوش الجليس دوت شايفينه كده مليان نار ووهج وكده الجليس بتاع النهاردة هو التعافي من دور الضحية أعيد الكلام تاني نحن النهاردة نكون قاعدين مع جليس نرجو إنه هو ربنا سبحانه وتعالى يمن بيه علينا وهو التعافي من دور الضحية قد إيه بتحس إن الحياة عبارة عن مجموعة أوجاع قد إيه بتحس إن الحياة مجموعة من المقاسي وإنك مشواخت حقك ودايما الناس بيجوا عليك مقدار إحساسك بالمظلومية وإنك دايما ضحية وإن خصومك دايما هم اللي مليين حياتك وإحساسك بإنك أنت مش قادر تخرج من زنئتك لإن كل خصومك مليين كل المخارج بتاع حياتك فأفلين عليك وعدم إحساسك بمعية الله سبحانه وتعالى وعدم رؤيتك لنور بقاءك فيه بيخليك على طول حاسس بإنك أنت وإنت خارج معية الله ولا استباقيا في حضرة مولاك بيحسسك دايما أن أنت موجوع متألم وحزين النعم اللي ربنا أنعم بها علينا ملي كل أركان حياتنا هي دي حيئة لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء وربنا ملأ حياتنا بالنعم ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في أول الكتاب العزيز الحمد لله رب العالمين ليه الحمد؟ عشان يعرفنا أن حياتنا اللي جاي القرآن عشان يكون منهج ليها مليانة بالنعم فنحمد ربنا ويقول لنا ولئن شكرتم لأزيدنكم بس فيه ناس كتيرة بسبب دور المظلومية مش شايفة النعم دي ومستظراها بالعكس بيحولوا النعم في عينه إلى نقمة دور الضحية بيخلي النعمة في عينه نقمة مشكلة عقلية الضحية أن هي بتخلي الإنسان محبوس في ماضيه بعد ما واصمه بأنه ماضي أسود مع أنه ممكن يكون على فكرة كان مليان بخير وكان يمهد له بخير أوسع بس هو ما شفوش فاللي جاي هو شايف أنه إيه؟ أسوأ من اللي فات لكن عينه مش بتشوف غير شيء واحد بس أنا مظلوم أنا مقهور أنا مزلول أنا كل الناس بتاخد كل حاجة مني وبيسيبوا ليش غير كل حاجة وحشة وبيقرأ بمظلوميته الحياة كلها حضرت النبي رحمة للعالمين فحطينا حاجة تخلينا نتعلم شيء أنه نعيش الحياة بشكل حقيقي وننفض عننا إحساسنا بالضحية والمظلومية فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله يعني إيه؟ حضرت النبي علمنا إن إحنا في أحسن حال طول الوقت في أحسن حال إن كل حدث بيحصل في حياتنا بيفتح لنا باب من أبواب النعمة نعمة إن ربنا بيوفقنا للصب ونعمة إن ربنا بيوفقنا للشكر يعني المؤمن سواء كان في السراء أو الدراء فهو في خير كبير والدليل على ذلك إن الحديث جاء الخير بالتنكير يبقى إيمانه إن في الخير ينفض عنه دراما الضحايا بقى ودراما الضحية أيوة أوقات كتيرة لما الإنسان بيدمن إنه يعيش دور الضحية بيشوف حياته وبيعيشها بطريقة درامية كأنه على المسرح وبيمثل دور بيجمع فيه كل المقاسي فيهول من المواقف والأحداث ويحط تحليل وتصور من عنده يفصل بالأحداث ده فلان مش طيق لكلمة مش طيق لك كلمة ليه هو كده أنا ما تسألنيش بس هو كده وهو أصلا زهنه مشغول ومش أخد باله منه أصلا يعني فلان اللي هو بيقولك فلان مش طيق لكلمة أصلا هو مش شايفه فاللي عايش دور الضحية بيكون في أحيين كتيرة حابب إنه يرسم الصورة دي لنفسه صورة المظلوم والضحية وساعات بينتشي جدا وبيسمع الأغاني والكلام اللي بيتكلموا فيه عن الغدر واللعب على وطر المظلومي يعني لما يسمع أي كلام عن بحر الغد وبحر الندالة يا سلام يقول هو دي الحقيقة ومع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم إما يكون سبب في هلكهم أو هو أشدهم هلاكا وعشان كده مشكلة الضحية أو اللي بيفكر بذهنية الضحية وبعقلية الضحية بيقع في فخ التمثيل وساعات بيقع في فخ التسول عشان يستعطف الناس ويستحوذ على انتباههم وعطفهم فيتحول إلى متسول عطفي اللي بيعيش دور الضحية بيقدم نفسه بتلت أوصاف يخصمه من إنسانيته وعبوديته لله الوصف الأولاني أنا مش مسؤول والناس هي المسؤولة عشان ما يحسش بيعبقوا ويفضل فيه أهم الراحة الكاذبة الحاجة التانية الوصف التاني أنا عاجز وما عنديش القدرة إن أنا أعمل حاجة مع إنه لو استعان بالله ومع جاس هيجد إن حياته كلها واسعة لإن الله سيجده أمامه الحاجة التالتة أنا البريء والناس دايما هم المزنبين اتكلمنا قبل كده عن مسلس الغام المسلس ده بيتبناء اللي عايش دور الضحية الحياة صعبة دي أول ضلع والعلاقات مرة الضلع التاني والناس جحدة أعوذ بالله فيعمل الكلام ده حتى مع أبوه مع أمه مع أصحابه مع إخواته مع كل الناس لازم نعترف إن عقلية الضحية دي مشكلة لما بنورسها لأولادنا أنا آسف يعني إحنا كده مش بنحميهم إحنا بنحط لهم كورت لهب جواهم وبنحط لهم شيء متفجر ينفجر في وجههم في أي وق فأنت بتعرضهم لتلاعب طيارين أسودين في حياتهم طيار متطرف أو طيار ديني إما بتسلمهم للتطرف أو بتسلمهم إلى اللا دينية ودي مشكلة إدمان دور الضحية اللي بيخلي الإنسان يكبت غضبه من غير ما يعالجه فيتحول لنار كراهية ورغبة في الانتقام فيجي الطيار المتطرف يرعب على الرغبة في الانتقام عشان يغذيب أفكاره متطرفة ويعمل له إيه ويخليه ينكر العيش المشترك وخلاص هو عايز ينتقل من الناس كلها ولزاك رسول الله لما شعر على الراجل قال سيدخل عليكم مراجل من أهل الجنة كان بيعمل إيه ثلاثة يام ورسول الله بيقولهم يدخل عليكم فيدخل نفس الراجل بيعمل إيه في الآخر لما تبعوا الصحابة الجليل قال له ده أبي يعمل إيه أنام وليس في قلبي شيء يقول لي أحد فما فيش انتقام وتكلمنا قبل كده عن مسلسة صناعة الوهم اللي صنعته الطائرات المتطرفة اللي أول ضلع فيه في صناعة الوهم ده اللي بتخلي الإنسان متطرف دليل المظلومي إنه ويجي يقول له شوف عشان أنت متدين المجتمع مش قابلك مش ردين يدخلوك الوظيفة الفلانية مش ردين يعملوك ما عرفش إيه فيكتزبه وبعدين يبدأ بقى في صناعة الوهم المشروع البديل بدل أنت مظلوم يبقى أنت بديل اللي ظلموك فلازم تهد اللي ظلموك عشان أنت تبقى بديل مكانه وبعد كده يبقى يقول له إيه خلاص أنت بقى عندك مشروع اسمه مشروع البديل يبقى أنت المخلص ما ينفعش أبدا تغيب لازم تبقى حاضر ولو غبت يضيع الدين فيخليه مصدق في نفسه أنه هو يتحد بالدين ويبقى هو الدين فإذا هو حد كلمه أو انتقده بيكفر لأنه بينتقد الدين هذا هو صناعة إيه صناعة المتطرف وصناعة بقى السيولة الدينية وصناعة المتطرف التاني المتطرف اللديني برضو نفسي حكاة لما يكون عايش دورة اللحية بيسلم نفسه للتطرف اللدين يجذبوا أصحاب أقول الضحية عشان بيكونوا إيه صدى سهلة لأفكارهم اللي بيحسوا من خلال لما منهم بيفرغوا غضبهم من خلال التمرد ويسلام بقى لما يخليه يتمرد على الله أو يتمرد على الدين طب إزاي الناس تتعافى ده أنت بتكلم عن موضوع خطر قوي بتكلم على واحد هيخطفه ولزيك رسول الله علمنا تعليمة مهمة جدا الراحمون يرحمهم الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الناس اللي بيعيشوا دورة الضحية ده إحنا مش بنتهمهم بس بس هم كمان لازم يساعدون عشان التعافي إزاي بقى الناس تتعافى من دورة الضحية الإنسان عشان يتعافى من عقلية الضحية دي محتاج يرسخ جواء قيمة من القيم اللي لابد يعتبرها عشان هي عمود الحياة و هي موجودة في قولي تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه و هي قيمة الرجولة يعني ايه قيمة الرجولة؟ يعني لازم يبقى راجل يعني ايه؟ الرجال مش بيتبرقوا من المسئولية و بيعرفوا إزاي يتعاملوا مع الأوجاع و بيحولوها لنور مش لظلمة و يعيشوا في حياتهم من غير ظلمة في اللي بيسترد قيمة الرجولة بيسترد مفاتيح السعادة طب إزاي نكون رجالة؟ يعني أنا مش تتغرب أو ما فيه ذكر لا أعلى فكرة قيمة الرجولة دي تنفع للذكر والأنثة الإنسان يبقى راجل راجل يعني ايه؟ الرجولة عبارة عن منظومة قيم بتشجلها سبع قيم مهمين نعد مع بعض اللي سمحت أول قيمة عشان الواحد يبقى راجل و ما يبقاش عنده عنده استهلاك دور الضحية والمظلومية أول حاجة الصدق الإنسان لما يكون صادق مع نفسه و ما بيحاولش يتنصل من المسئولية و يقول أنا دي مش مسئوليتي و يعيش بقولي تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة يتخلص من دور المظلومية حياة تانية الشهام يعني الأخلاق الكريمة الشهامة يعني يبقى عنده أخلاق كريمة مش إني أبحث عن أعلى لبح من الخلق ولا من الخلق يعني ما حولش الناس إلى سلع أبيعي واشتري فيها ولا أحول الأخلاق اللي بيني وبينهم إلى سرع أبيعها واشتريها لو أحد أي حد هيدفع و مثل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حاجة مهمة أوي إن الأخلاق مطلقة ما لا أجدعو بالناس ليس الواصل بالمكافئ يعني لو ما لقيتش حد يرد على خلق بخلق هستمروا في الخلق لأنه ليس الواصل بالمكافئ الحاجة التالتة يبقى الصدق والشهامة والمسئولية مش من المسئولية لما تلاقي حبيب لك قصر في حقك فتقول وليه أهتم بي وهم أصر في حق آبا لا ما ينفعش عشان كلكم رائعين وكلكم مسؤولين عن رعياتي فيه مسئولية فأولادي لو أصروا في حقيا هتحمل مسئوليته وزوجتي لو أصرت في حقيا هتحمل مسئوليته ليه؟ كلكم رائعين وكلكم مسؤولين عن رعياتي الصفة الرابعة الصبر ما فيش راجل إلا وهو صبر إنك تصبر عن ناس مش عشان حد مرة أذاك بكلمة يبقى خلاص تعتبره عدوك ويمكن هو مخدش باله ويمكن هو أصلا معرفش أن ده يأذيك حال ده يخليني مش متوجه ما احنا قلنا إن فيه صفة الصبر الصفة الخامسة القرب القرب واسعة الصدر إن أنت تبقى قريب من الناس واسع الصدر إن الناس إيه اللي حصل إن الإنسان ما يخافش من الاعتذار لما تقرأت تعتذر وتكون قريب ترجع من الورايب وتكون قادرة على الاعتراف بخطأك ما تقوحش الإنسان اللي عنده مظلومات تلاقي بيقوح قوي تلاقي بيجدل جدل غريب قوي جدا 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 رسول الله عليه الصلاة يقول له الصحابي أنت تربطني على صدري فرسول الله يكشف له صدر عشان آه يا الله على جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى ريب رقم ستة النجدة ما فيش راجل ما بينجدش الناس إن الواحد تعود على إنه يسعف الناس باللي يقدر عليه لما يسعف الناس باللي يقدر عليه ما يبقاش فاضل المظلومية أي هو خلاص عيلاقي نفسه كأنه بيحب الناس طول الوقت سابع صفة والصفة المهمة الالتزام الرجول استقام وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن غضغ يبقى إيه اللي حاصل الواحد المستقيم على طول ده يبقى راجل وعشان كده في مجموعة أجراءات بقى تساعدنا إن احنا نخرج من دور الضحية ونعيش بالرجولة أول إجراء سارع بالتوبة وما تبررش زنبك وتقول أعمل إيه من عند احتياجات لأ توب توب لي ربنا سبحانه وتعالى ولو كانت زنوبك زي الجبال بس توب بصدق توب بصدق إيه وربنا هتولى أمره ومعنى أن أنت توب بصدق ما تقولش لربنا إيه أنا عتوب بس إيه بلاش الزنب ده يعني إيه سمحني فيه بقى لأ توب توب نصوح توب بصدق تاني حاجة بادر إلى الطاعة بنية أن ربنا رزقك الاستقام سارع إلى الصلاة وما تتلككش بلاش الكسل الكسل بيقتل الجسل قاتل عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكسل تالت إجراء بقى ممكن تعمله عشان تخرج بقى من دور الضحية وتروح على كمان على الرجولة خليك صاحب حنان خليك حنين ما تقفش على الناس لما حد يعمل معك حاجة وما تقفش للناس على الوحدة رابع حاجة كن صاحب إتقان في العمل أي حاجة بتتعلمها لازم تتقنها وتتعلم لها حاجة جديدة يعني كل يوم تعلم حاجة جديدة في عملك رقم خمسة لما تبدأ عمل قول كده توكلت على الله أي عمل تبدأ وقول توكلت على الله واستمر في العمل ولو كان قليل وما تقفش القليل عايزيت رقم ستة عيد نظرك في النعم وعرف إن النعم ده بحر واسع الإنسان يغرق فيه وعشان كده اتعود إن انت تغرق في النعم لأن النعم بحر ما ينتهيش سابع حاجة وآخر حاجة حاول كل يوم تعمل خدمة والخدمة دي تنور قلبك وتسعدك ويا سلام لو كانت الخدمة دي لحد الأهل بيتك كل ما تخدم حد من أهل بيتك هتحس إن البيت بيتتسع كل ما كان هتزود فيه خدمة هتلاقيه بيتتسع لو مشيت على ده وعشت في ده كل ده هيخليك تسعد وتتهن يا سيدي كل ما تعمل الكلام ده كل ما تكون أحسن كل ما تكون أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك الخير واجعلك من سعداء الدارين دوماً يا رب العالمين اللهم أخرجنا من سجن الضحايا واجعلنا من أهل النعم والعطايا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين فاصل ونتقم أحضر لكم بعد الفاصل مع أسئلة كل وصلتنا عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويظل الجسر بيننا وبين حضراتكم مليء بالنور وتوفيق الله سبحانه وتعالى الذي يلهمنا التوفيق إن شاء الله في جوابنا على أسئلتكم المباركة وأول سؤال وصلنا بيقول لو سمحت عايزة أعرف هل تمويل البنك حرام في حالة أني هاخد الفلوس أسدد بيها ديون علي وشكرا جدا تعالوا نقول إن إيه تعريف التمويل التمويل هو إعطاء المال لأحد اللي يستثمره في نشاط سواء كان هذا الأحد ده شخص أو كان مؤسس فالأموال دي اللي أنا بديها الحد بديها الحد عشان يستثمرها ويمول بيها نشاط فده اسمه تمويل آه نعم في الاستلاح الاقتصادي ممكن يكون تمويل أيضا بالقروض ممكن يكون فيه تمويل بالقروض لكن احنا بنتكلم على التمويل الذي هو تمويل الأنشطة التي تدر الربح والدوات اللي موجود فيه أعمال البنو لكن أنا ممكن كمان أعطي مال لشخص عشان يسد حاجته فيرفع رأس مال شركة مثلا ويكون جزء من رفع مال رأس مال الشركة إنه هو يكون بتسديد ديونه فأنا عايز بس أعرف حاجتين أول حاجة في الدين ده وإحنا عندنا في الفاته حاجة اسمها الاستيفاء فالسؤال ده أتمحتاج استيفاء استيفاء اللي إيه؟ لأن أنا عايز أعرف الديون دي الديون دي هي ديون شركة فأنا أخذ الفلوس عشان نحطها في الشركة فهي بدأت اسمه تمويل لأن أنا بمول الشركة ولد ديون دي ديون شخصية فعايز أعرف درجة الإلحاح في الدين ده يعني لو درجة الإلحاح في الدين ده اللي أنا أتحبس إن أنا فيه ملاحقة إن أنا فيه ده فأخذ المال ده عشان أسد الملاحقة دي في الحالتين دولع يكون ده حلال في الحالتين دولع يكون ده حلال الحالة الأولانية عشان ده يبقى نوع من أنواع التمويل لو أنا أحطه في الشركة عشان ده ديوني على الشركة يبقى دهوة برضو جزء من التمويل لو أنا أحطه بقى لا في إن أنا أصدد الدين برضو يبقى دهوة نوع من أنواع الضرورات وبيح المحضرات وفي حاجة اسمها إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة يبقى الكلام كده محتاج شوية استيفا عشان نقول الحكم الشرعي في ده هيكون متاجه في أي اتجاه هل هو تمويل ولا هو سداد دين وفي حاجة تنزل منزلة الضرورة احنا محتاجين نعرف ده وفي كل الحالتين هيكون دهوة جائز إذا كان في نشاط تجاري وإذا كان في السداد الدين شخصي فعايزين نعرف درجة الإلحاح في هذا الدين عشان نفتي في هذه المسألة عشان المسألة تكون واضحة لأن احنا مش هنعود الناس إن هي تفتي نفسها لازم الشخص يحاول دايما إنه يكون سؤاله فيه شيء من التفصيل عشان نجيب عليه لكن بالأساس في سؤال أولي في أول السؤال حكم التمويل التمويل عقد جديد وهو عقد جائز وليس حرام تنزيل بقى مفهوم التمويل على الحالة اللي عندنا محتاجة شوية تفاصيل أرجو لإنتوا تبعتوننا التفصيل دي عشان نجاوب عليها السؤال الثاني بيقول أنا زوجي متوفة من أسبوعين هل زيارة الأب فيها حاجة محرمة أو إني أبات عنده حرام في شهور العدة اللي حاصل إني المتوفة عنها زوجها بتعتد أربعة أشهر وعشر يعني تعتد هذه المدة في بيتها الأصل في المعتدة التي توفى عنها زوجها إظهار حالة من حالات الحزن هذا الرجل والأصل فيها أن هي تبيت في بيت الزوجية اللي توفى عنها زوجها فيه فالأصل كده فيبقى إيه الحكم لو أنها ستخرج إلى لزيارة والدها هي بتسأل سؤالين السؤال بتاع زيارة والدها هل أنا ممنوع من الخروج من البيت مطلقا لا يجوز دك أن أنت تزوري والدك لأن زيارة الوالد ده جزء من بره الوالدين فيجوز أن أنت تذهبي لزيارة والدك ولكن عليك أن تعودي إلى بيتك لكي تبيتي فيه يبقى أول حاجة هل حرام أن أنا أخرج لزيارة والدي لا ليس حراما بل هذا سيكون طاعة طيب ويجوز دك أن تخرج في حاجتك ولكن عليك أن تعودي مرة ثانية لتبيتي في البيت الأمر الثاني هل ينفع بات عنه لا ما تباتيش عنده إلا إذا كان البيت غير آمن إلا إذا كان بيت حضرتك غير آمن فتروح الأقرب بيت آمن عندك لكن إذا كان البيت غير آمن خلاص ممكن تروح البيت والدك إذا كان البيت والدك هو الأقرب يبقى عندنا هو يبقى البيت إذا كان آمنا ومفوش أي خطر على حضرتك ومفوش أي سبب من أسباب الخوف عليك لا صحيا ولا جسديا يبقى خلاص يبقى عليك أن أنت تبيتي في هذا البيت لأنه ده مقتضى العدة مقتضى العدة أن أنت تبيتي في هذا البيت وتبقي في هذا البيت أربعة أشهر وعشرة أيام يبقى إلا حاصل يبقى عندنا الحكمين أو الحكم الأولاني هل يجوز أن أنا أخرج لزيارة والدي الجواب نعم يجوز الخروج لزيارة والدك ويبقى ده مش جائز بس لا تسابي عليه لأنه ده جزء من وبالوالدين إحسان يبقى ده جزء من بر الوالدين وتسابي عليه المسألة الثانية هل يجوز أن أنا أبيت بقى عنده ما هو معنى العدة أن أنت تمكسي في بيتي الزوجية وتبقي فيها وتبيتي في بيتي الزوجية فعشان كده ما ينفعيش أن أنت تخرجي وتبيتي عند والدك لا عليك أن أنت تستمري في هذا يبقى تخرجي وتعود مرة ثانية لتبيتي في بيتي الزوجية وليس لك الحق أن أنت تبيتي عندي والدك نعم هل المرتب والدخل سواء بين أفراد العيلة أو الزوجة أو الأصدقاء من الخصوصية وكيف أرد على من يسألني عن دخلي بدون تجريح السؤال ده سؤال مهم جدا 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 وأنا أقوله باختصار وأنا أحاول نبقى نخصص حلقة للكلام عن هذا الجزء من الخصوصية وفي حلقة أخرى عن في بكرة احترام الخصوصية أرجو اللي إحنا نشوفها المرتب والدخل أو الاكتساب بصفة عامة دي أشياء شخصية ليس من حق للزوج ولا الأولاد ولا الأب ولا الأم أنهم يعرفوا عنها حاجة فيبقى الخطاب للوالدين بقى يدخل في قولي تعالى لا تسأله عن أشياء أن تبدأ لكم تسوق أنت مش محتاج أن أنت تعرف ده وتدخل في قولي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لأن إحنا لنا مد عينينا لما في يدي غيرنا حتى لو كان غيرنا ده ابننا أو كان الزوجتي أو الزوجي يبقى آه المرتب والدخل ده من الحاجات اللي الناس بتعتبرها خصوصية نعم خصوصية وهل ده حق للإنسان أنه لا يخبر أحدا به آه له حق هذا وخلاص والناس تعرفت على أن ده جزء من الخصوصية وخلاص ويبقى على ذلك يبقى من حقق الندوة لا تقولي ده الأمر الثاني إن لما حد يجي يسألك عن مرتبك قولي الحمد لله ده رزق الله سبحانه وتعالى والحمد اللي مكفين إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يدين بينكم الخير ويدين بينكم الفتح ويدين بينكم التوفيق دائما يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بعلاقة صحية تفتح لنا باب الأمل وباب السعى وباب الكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعلنا في رحمة وفي خير وفي جمال على الدوام يا رب العالمين